رحب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتطور الذي شهدته علاقة مصر بمنظمة مؤتمر وزراء الشباب والرياضة للدول الناتقة بالفرنسية وخلال استقباله الأمين العام للمنظمة الوزيد توبي توقع مدبولي أن يشهد تعاون تطورا أكبر خلال الفترة المقبلة بما يسهم في مزيد من التأثير الإيجابي على مستقبل الشباب في الدول الفرانكفونية بشكل عام ومصر بشكل خاص وتطرق رئيس الوزراء إلى دعم مصر للمنظمة في تنفيذ البرامج والأنشطة والمعسكرات التي تخطط لها لصالح الشباب في المستقبل خاصة ما يتعلق بدعم المواهب الرياضية الشابة